موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من الصحافة اليوم القراءة والتحليل في أهم العنوين والمنشطات في الصحف والمجلات المصرية وفي حلقة اليوم سنتناول بالقراءة والتحليل العنوين والمنشطات الصادرة في صحيفة المصر اليوم ومعي الأستاذ هشام شوئي الكاتب الصحفي بالجريد أستاذ الشام أهلا بحضرتك أهلا بك أفران دمتحياتي لحضرك بالأستاذ المشاهدين شرفنا ومنورنا في حلقة النار الله يخليك أفران خلينا نبدأ مع حضرتك من المصر اليوم وتحديدا في الصفحة الخمسة الإرهاب والأمن العربي على طاولة مفاوضات السيسي في القويت والبحرين غدا الرئيس يبحث مع الصباح أوضاع سوريا والعراق واليمن وفلسطين جولة خالجية للرئيس عبد الفتاح السيسي في تصوري أن ملف الإرهاب بالتحديد هيكون هو الملف الأبرز في هذه الجولة للرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الملف مرتبط أولا بما يحدث في منطقة شرق الأسوات سواء اللي بيحصل في سوريا أو اللي بيحصل في ليبيا وبالتالي تأثير ده كمان على مصر في الفترة الأخيرة كان كبير خاصة مع مواجهة مصر للإرهاب وبعض الحوادث اللي حصلت في الفترة الأخرانية والضغط اللي عملته مصر في منطقة جبل الحلال وخروج البعض منه وتصربهم إلى بعض المناطق المسألة دي لها تأثير وأبعاد في سوريا في ليبيا مصر محتاجة أنه يكون فيه ترابط ما بين الدول العربية وما بين مصر لأن مواجهة الإرهاب مش مجرد مواجهة بالسلاح لا ده أنت لازم يكون فيه مواجهة على المستوى الاقتصادي مواجهة على المستوى الفكري ومستوى الاجتماعي الرئيس مهم جدا بالنسبة له أو هو عنده زاوية بيبصر فيها الملف ده إن المسألة الإرهاب مش داعش فقط ليس داعش وليس جماعة متطرفة وحيدة لكن الإرهاب بيمتد الأكثر من جماعة والأكثر من جماعة لها مشارب فكرية متطرفة وبالتالي يجب أن يتم المواجهة بهذا الشكل أعتقد أنه في الجولة الخليجية كمان هتكون هناك بعض الملفات الاقتصادية بالتأكيد هتتفتح سواء في الكويت أو في البحرين أعتقد أن المسألة جزب استثمارات جديدة بالزبط جزب استثمارات ده جزء أساسي لكن الجولة لها جناحين جناح على المستوى الأمني وإزاي يبقى فيه استقرار في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط والجناح الآخر مرتبط بالاستثمار والتنمية هسأل حضرتك سيد الشام عن التوقيت يعني بعد جولة أو بعد زيارة للمملكة العربية السعودية ثم دولة الإمارات العربية الشقيقة الآن يأتي الدور على الكويت والبحرين يعني التوقيت دلالات التوقيت أعتقد أن التوقيت الحالي ده توقيت مهم جدا أولا أنا أعتقد أنه كان فيه استحابة صيف مرت على العلاقات المصرية السعودية في فترة ما هذه استحابة انقشعت أو انتهت نتيجة وجود يعني تقدر تقول وسطات عربية كانت طرف في المسألة وأعتقد أنه الأجواء تسمح بعودة مصر اللي هي بدور مهم جدا في الفترة العربية بالزبط ده جزء من المسألة الجانب الآخر أنه فيه بعض التطورات سواء فيه الملف الفلسطيني وبعض التطورات فيه الملف الليبي كان لابد أنه يكون مصر موجودة في الخليج في هذه اللحظة يعني إحنا لو بصنا على اللي حصل في ليبيا تحديدا ما بين المشير حفتر والسراك في الفترة الفاتح بالزبط كده فكان لازم يكون فيه تواجد مصر لأنه مصر لعب أساسي فيه في هذه المسألة الجوار الليبي جزء من الأمن القوم المصري ومصر كان لازم بقالها دور مهمة في ده فأعتقد أن التوقيت هو توقيت عادة ترتيب لأوراق وتنصيق مواقف حضرتك قلت أن هي زيارة سائية يعني فيها ملفات اقتصادية وملفات أمنية إيه اللي هيغلب على الزيارة؟ هل الملف الأمني أم الملف السياسي؟ أعتقد أن يكون فيه توازن في المسألة دي لكن في تصور الشخص يعني أن الكويت بالذات هيكون فيه الجانب الاقتصادي هيكون أكبر يعني أعتقد في الكويت والبحرين الجانب الاقتصادي هيكون أكبر شوية من الجانب الأمني وإن كان الاهتمام بالجانب الأمني هو أمر مهم هو على رأس أولويات الرئيس في تصوري أن الأجندة المصرية بس تحديدا في القويت والبحرين سيغلق في الجانب الاقتصاد أعتقد أن المفوضات الاقتصادية أو الاستثمارات لأن مصر أولا مصر لم تعد تطلب فكرة المعونة الاقتصادية مصر خرجت من هذا الإطار مصر ترغب في تواجد استثمارات وده جزء أساسي من تفكير مؤسسة رلقاسة في مصر حاليا وده حتى الرسالة اللي كانت بتوصل من رئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته في واشتون أن مصر ترغب في استثمارات لا ترغب في أن يكون في حد بيقدم لها معونة بشكل ما لكن نحن نرغب في استثمارات نرغب في مصالح متبادلة طيب خلينا نروح مع حضرتك للصفحة الأولى من المصري اليوم الحكومة تبحث إجراءات الحماية الاجتماعية مع صندوق النقد الدولي وتنصيق وزاري لحسم لإحدى التنفيذية القانوني لاستثمار خلينا أقول حضرتك أن الفترة اللي فاتت احنا شعرنا بأثار كبيرة جدا أو أثار تكاد تكون مؤلمة بالنسبة للشارع من بعد الخطوات الإصلاحية اللي حصلت الشارع المصري بيتحمل ده استعداده لدفع فطورة الإصلاح موجودة لحد ما لكن بالتالي فيه طبقات لا تستطيع الاحتمال بشكل كبير وبالتالي يجب على الدولة أن توفر شبكة من الحماية الاجتماعية لتلك الفئات أعتقد أن الدولة في الفترة اللي فاتت بدأت تتحرك في الاتجاه ده يعني مثلا لما نبص على معاش تكافل وكرامة اللي هو بدأ يمتد لأكتر من مليون ونص تقريبا في الفترة اللي فاتت ده محتاج يتوسع مظلة التأمين الصحي توفير الأدوية يعني مثلا في الفترة اللي فاتت لما نبص على الأدوية ونبص على رتفاع أسعارها بالتأكيد مش كل الناس قدر تدفع ثمن الأدوية خصوصا الأدوية المزمنة زي أدوية الضغط، القلب، السكر كل الكلام ده حصل فيه رتفاع في الأسعار بشكل بي كل الأدوية تقريبا تقريبا أه بس يمكن ثلاث أنواع اللي أنا تكلمت عنهم دول من الحاجات اللي ما بدرش تستغنع عنها المريض يعني بيلجأ لها بشكل يومي فبالتالي أنت محتاج أن أنت توفر مظلة حيمائية في هذا الاتجاه وأعتقد أن الحكومة من المفترض أنها بتبحث فقاليات بهذا الشكل طيب الجزء التامي تنسيق وزاري لحسم اللي أحد تنفيذيها لقانون الاستثمار أستاذ الشام عايزي أسألك عن قانون الاستثمار يعني نحن بنشوف الرئيس في جولات خالجية وجولات أوروبية وأيضا إلى الولايات المتحدة لجازب الاستثمار قانون الاستثمار الذي لم ينتهي حتى الآن خلينا أقول حضرتك أن ملف الاستثمار ده من أهم وأبرز الملفات الموجودة أولا على أجندة المؤسسة الرئاسة ده رقم واحد لأنه ما فيش دولة في الدنيا هتقدر وهي في ظل الاقتصاد حر أنها يعني تعيش من غير استثمارات ده رقم واحد رقم اثنين إحنا عندنا بيروكوراتية شديدة جدا منذ سنوات بعيدة في مسألة الاستثمار يعني مش ممكن تبقى يعني إحنا النهاردة في سنة 2017 علشان تفتح شركة أو علشان تستثمر في مصر لسلقي فيه كم رهيب من الإجراءات أنت بتضطر تأخذها وفي النهاية خالص هذه الإجراءات بتبقى فيها صعوبة جدا في تنفيذها فكان فيه توجه منذ البداية أو منذ يعني العام الرئاسي الأول أنه هذه الإجراءات يتم القضاء عليها وده ما كانش ينفع يتم إلا بأن انت تعدل التشريعات المتعلقة بقانون الاستثمار وأن انت يبقى فيه عندك شباك واحد وإحنا يمكن عندنا نموذج واضح في دبي يعني أنا بتصور أن مثلا كان أفضل نموذج لهذا القانون اللي موجود في دبي أنت دار تفتح شركة في دبي في ثلاثة أيام صحيح أنا عندنا بيأخذ خطوات كتير قوي جدا أنت مطلوب في مصر أن أنت توصل لهذه المرحلة مطلوب لما يكون أنا النهاردة رايح حتى أخذ أرض من هيئة التنمية الصيحية من هيئة التنمية الصناعية أن أنا أروح أخذ أرض ما فيش عندها مشكلة يعني أنا مش هروح أجري أعمل مثلا دراسات بيئية وأشوف الأرض دي فيها أصار فيها كذا فيها كذا لا يبقى من البداية خالص وإنت بتطرح قطرة الأرض تبقى عارف أن الطرح اللي أنت بتطرحه دا مفيش فيه أي مشاكل خالص أروح لشباك واحد أقدم ورقي في مكان واحد أتلقى بالذبط أتلقى الموافقة مباشرة بل إننا المفاوضة ودع تنفيذ بالذبط كده يعني طالما أنا جاي لك وإنت عندك قريطة استثمارية بتقول لي إن أنا محتاج استثمار في المشروعات من الفئة ألف وبه وجيم طالما أنا في أحد هذه الفئات إذن أنا هروح للأرض في المكان الفلاني إذن أبتدي استثمار من الوقت الفلاني ده اللي إحنا محتاجينه في القانون الجديد يمكن حاليا أو يمكن من يومين أو من ثلاث يام كان فيه كلام عن فكرة إنه لازال هناك مباحثات ما بين خمس وزارات فيما يتعلق بهذا الشأن بس أنا أعتقد إنه المسألة يعني في طريقها للانتهاء ده يعني انتهاء من ذلك طيب خلينا نروح مع حضرتك للصفحة الخمسة التموين 60 ألف طن أسماك مستوردة بأسعار مخفضة وتنظيم أهلا رمضان في القاهرة والمحافظات وافتتاح 14 معرض بمحافظة الجيزة يمكن ده كمان أنا شايف أنه هو جزء من الإجراءات الحمائية المفروض تاخدها الدولة أولا إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في مسألة الأسعار وارتفاعها جزء منها متعلق بفكرة أن التاجر نفسه بيرفع السعر والجزء الثاني متعلق بأنه المواطن كمان ما بيعرفش يستخدم أليات زي ألات المقطعة يعني مثلا إحنا في رمضان بفيه إقبال شديد جدا هذه مشكلة وفعلا مش موجودة عند الشعب المصري آه دي زقافة يعني أنا أفتكر مثلا في أثناء فترة حكم الرئيس الراحل الأنور السادات فترة ما أهل المعادي أطعوا اللحوم تكونوا يستغنى عن بعض السلع الأساسية بالزبط فأكبروا الجزار على أنه ينزل سعرها في الفترة الأخيرة مثلا في مدينة بورسعيد قدروا أنهم يخلوا التجار الأسماك ينزلوا سعرها الحكومة اللي في إيدها أنها تطرح أو تزود حجم المعروض من السلع عشان تخفض الأسعار ده جزء من اللي بتعمل الحكومة خصوصا مع دخول موسم زي موسم رمضان لكن أنا كمان شايف أنه المواطن هو كمان عليه دور في فكرة أنه إزاي أنا أرشد استهلاكي في رمضان يعني مش من المنطقة أبدا أنه حجم الاستهلاك بيزيد في رمضان وما يزيدش في الأيام العادية فإحنا محتاجين أن المواطن يعمل هذا التوازن الإقبال على الشراء السرع يكون في حدود منطقة أشتري حاجات اللي أنا أحتاجها فقط ما يلزمني فقط صحيح ما يلزمني فقط ما اشتريش كميات كتير أوه بعدين يبقى فيه كم مهضر كبير من الأطفال لأن التخزين بيخلي فيه طلب كبير وبالتاني التاجر بيتحكم ويرفع السعر صحيح طيب خلينا نروح مع حضرتك لصفحة الخمسة انظار على عد محضر لإخلاء محل بولاء أبو العلى لإنشاء المترو وأصحاب المحل سنقف أو سنقيم دعوة لوقف قرار نزع الملكية وسندافع عن ممتلكتنا دي المشكلة الحالية دلوقتي إن الحكومة عايزة تخلي المحل ديت وعايزة تشتريها من الناس وحطت سعر ولكن أصحاب المحل يرفضون بعض أصحاب المحل في التقرير بيقولوا إنه هو لازال يعني ما يحضر السعر مليل كلام شفوي يعني ده اللي بيقولوا بعض أصحاب المحل بيقولوا إنه المفاوضات ما بيننا وما بين الحكومة بتتم بشكل شفوي قلنا نقول إنه فيه تعارض مصالح بالتأكيد ما بين أصحاب المحل وما بين الحكومة ورغبتها أولاً دي مصلحة عامة يعني مبدئياً كده لازم كلنا بعارفين إنه دخول المترو في المنطقة دي مصلحة عامة ما حدش فينا هيقدر للشعب كله بالزبط كده من فش أن أنا فضل مصلحة أفراد على المصلحة العامة للشعب لكن في النهاية خالص هؤلاء الناس أيضاً عندهم مشكلة مهمة جداً أن الحكومة تبص فيها هؤلاء الناس هذه المحل هي أرزقهم هي مورد رزقهم فبالتالي الدولة لابد أن هي تفكر هي هتوفر لهم مصدر رزق خلال فترة إنشاء المترو قد إيه تفكر إزاي هي هتديهم بدائل وهل الناس هتنتظر بدائل حتى إنشاء المولاد خلنا أقول لك مثلاً أنه في تجارب في الغرب أنا شفتها في بعض محطات المترو برا أنه بيعمل حاجة اسمها أو 3 في المترو يعني البيع في أماكن مخصصة بتبيع بأسعار خيصة أو بأسعار أقل لمنتجات معينة أنت ممكن تعمل ده في محطة المترو الجديدة بس خلي الأول يبقى فيه حدي يعني خلي بس دي عايز أرقابة على فكرة أرقابة صارمة عشان الباع الجائلين بالتأكيد طبعاً ما أنت ما ينفعش شي جي تفتح يعني أنا النهاردة فتحت محطة المترو إحنا بنعاني حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة في محطات المترو اللي هي شغالة وبقالها سنين من التسول ومن موجود باع جائلين فيها ورغم التحذيرات اللي بتتقال فيه المحطات المترو اللي أنه في النهاية فيه مقالفة لأنه ما فيش تنفيذ يعني أنت حديك ما فيش حد بينزل ياخد المتسول أو الشخص ده من محطة المترو أو من عربة المترو وبيعمله محضر وبالتالي بترجع تدير المترو بالشكل اللائق به ده ما بيحصلش بس المفترض أن أنت النهاردة إذا كنت ناوي تكمل هذا المشروع وأن أنت يبقى فيه محل تجارية وفيه مول مرتبط بمحط المترو اللي تبقى موجودة لا لابد أن إجراءاتك تكون قوية راضعة يبقى فيه مجموعة ممثلة لأصحاب المحال يتم حصرهم بشكل وضع ويتم ده بشكل ورقي يعني يتم تحرير ده بشكل ورقي مين هياخد تعويض عيني أو مدي ومين هيحصل على محال الحكومة هتلتزم بإيه خلال فترة إنشاء المترو وهتوفر إزاي مصادر دخل لهذه الأسر لتؤمنها لأن مش بس اللي هيدار من ده أصحاب المحال لا ده فيه عمال موجودين في قلب المحال هيداره لأنه هو ده دخلهم الرئيس طب بالنسبة أستاذ الشاملي الدعوة القضائية يعني دي ممكن تعرقل شوية أعتقد إن مسألة اللجوء للقضاء هنا هيبقى بالتأكيد فيها يعني شقة هيوقف الدنيا شوية لأنه في النهاية خالص حالك عارف أنه أنت هتلجأ القضاء في إجراءات قانونية لابد من استفاقها دي بتاخد وقت بالتأكيد عشان كده كمان أنا شايف أنه في النهاية خالص أنت محتاج أن يبقى فيه تفاوض واضح ما بين محافظة القاهرة والهيئة العامة للمترو الأنفاء مع البعاء اللي موجودين في هذه المناطق كون فيه جدية في التعامل بالزبط جدية في التعامل والتزام ورقي يعني يبقى فيه تحرير العقود والاتفاق بألية قانونية أولا أنا يعني أنا مفعي الألية القانونية اللي ممكن تتعامل لكن أعتقد إن ده ممكن يتعامل توضح إيه الحقوق اللي هتترتب على مغادرة هؤلاء الناس لأماكنهم والطريقة اللي هيرجعوا بيها لأماكنهم لأن مش كل الناس بتملك نفس المساحات اللي بيملكها لا فيه اختلاف في المساحات فببتالي لازم أقول لك أنت هترجع هتاخد المحل بتاعك هيبقى مواصفاته كذا ومساحته كذا وإيجاره كذا أو تمليك وفقا للوضع وده هتحط فيه في الاتبال وضعك القانوني في قلب المحل اللي انت موجود فيه حاليا طيب خلينا نروح مع حضرتك لي الصفحة الأولى نعود إليها مرة أخرى وزارة الصحة 132 ألف مصاب بفيروسي بين واحد ونصف مليون تم فحصهم استهداف الوصول إلى جميع المصابين بالقرى نسبة كبيرة جدا بس أنا شايف حاجة إيجابية في الخبر ده فكرة أنك تبدأ استطلاعات وأنك تبتيت تفحص الناس بشكل ما ده اتجاه إيجابي وده فرصة لأن أنت بتيت حط إيدك أنت إزاي ممكن تعالج الناس دي خصوة أن في بعضهم مثلا يعني بعض اللذين شمالهم الفحص هم نزلاء في السجون ودي يعني زي ما أنت عارف حضرتك أنه ده بالذات محتاج أنه أنت تعالجه زي أنت هتعرف تعالجه جوه جوه السجن هل ده هيكون من خلال وزارة الصحة هل ده هيكون من خلال وزارة الداخلية المهم أنه في النهاية أنت بدأ يبقى عندك بشكل دقيق حصر معين في القرى بالذات أنا بشوف ناس يعني بعض القرى في عندهم مبادرات بيعملها بعض الأطباء في القطاع الخاص أن هم بيحاولوا يعملوا الفحوص دي أيضا في القرى في اتجاه لمساعدة الدولة في مساندة بعض الناس اللي بدروش على تمن العلاج أعتقد أنه القطاع الخاص كمان يعني المستشفيات القطاع الخاص وبعض رجال الأعمال وغيرهم مطالبين بمساندة الدولة في هذا الملف الحاجة اللي يمكن كنت بتمنى أنها كمان تتعمل أنه يتعمل فحص وتوعية للناس اللي بتمارس حاجة زي عمليات الختام يعني حتى هذه اللحظة إحنا ما عندناش أرقام واضحة زي اللي تقدمت في فيروس لا إحنا محتاجين يبقى عندنا أرقام واضحة قد إيه كام بنت بتتعرض لهذه الجريمة محتاجين أنه نواجهها بشدة سواء من خلال تغريز القوانين سواء من خلال التوعية في الإعلام يعني النهاردة يمكن أنا كنت بتكلم مع زمين الأستاذ إبراهيم الطيب محرر للوزارة الصحة اللي هو كتب الخبر بتاع فيروس وكنا احنا الاثنين كم نحور كلامنا هو أنه قد إيه أنه الإجراء اللي حصل ده كان إجراء إيجابي بس إحنا محتاجين الإجراء إجراء في مواضيع ينفيد أيضا إلى مواضيع تانية مرتبطة بوزارة الصحة لكن هو إجراء بصراحة تحيي على وزارة الصحة وتحيي على الحكومة المصرية أنها بدأت تعمل لأنه بدأت عندنا أرقام مواضحة وصحيحة عن بعض الأمراض المتوطنة في مصر طيب نروح مع حضرتك أخيرا للصفحة التالتة التعليم العالي الوزراء وافق على قانون وكالة اتأخرنا كتير في مسألة وكالة الفضاء وبحوص الفضاء يعني تخيل إحنا تاريخ كلية العلوم عندنا بقاله كام سنة عندنا كام عالم مصري موجودين في وكالات زي ناسا موجودين اشتغل في فرنسا اشتغل في أماكن كتير جدا مهمة ومصر لا تزال بتبدأ أولى خطواتها حتى لو بتبدأ أولى خطواتها النهاردة بس أنا مبسوط إنه إحنا بدأنا نفكر في ده وبدأنا نحط قوانون وبدأنا نعمل تشريع لده بس كمان على الناحية التانية إحنا محتاجين نعيد تأهيل كليات العلوم عندنا محتاجين نوعي ولدنا اللي هما موجودين في سنة ودلوقتي بأهمية أبحاث الفضاء وإنه المسألة يعني أنا للأسف يعني أنا شفت ناس قبل كده كانت متخيلة إن قسم الفلك أو إنه دراست الفلك معناها قراءة الكفية ودي كرسف فإحنا محتاجين على الناحية التانية إن إحنا نبدأ توعية بمسألة علوم الفضاء بشكل كبير جدا وإن إحنا يبقى عندنا جيل جاي في المرحلة اللي جاية يقدر يقود ده الشقة التانية شقة الامتحانات آه الامتحانات يعني طبعا إحنا كل ما بتقرب الامتحانات كلنا بنحط إدينا على قلبنا خصوصا من اللي حصل في السنوات الصابقة ومسألة ومسألة تسريب الامتحانات والحقيقة يعني إنه فكرة تواجد المحمول داخل لجان الامتحانات بتتكرر كل سنة وبكل أسف ومهما بيمر المسؤولين سواء في وزارة التعليم العالي سواء في وزارة التربية والتعليم في لجان الامتحانات السنوات العامة المحمول يدخل إلى اللجان ليه؟ الحقيقة أنا مش حارف لأنه أنا بستغرب جدا يعني إزاي رئيس لجنة وهو لديك كافة الصلاحيات والسلطات بيسمح للطلبة بدخول المحمول بالذبط وبعدين ده أنت عند حضرتك موجود على ظهر رقم الجلوس تعليمات حظر دخول المحمول يا سيد الفاضل من فضلك أنا يمكن بوجه رسالتي المرادة لدكتور طريق شوقي هو رجل يعني رجل عالم فاضل وزير التربية والتعليم بقوله لو سمحت من فضل حضرتك افرض على رؤساء اللجان عقوبات للطلب اللي يدخل تليفون محمول حتى لو ما استخدموش علشان رئيس اللجنة بنفسه يتأكد أنه ما فيش تليفون محمول دخل مع الطلب إنه مش ممكن إن إحنا هنيجي نفرض نوع من إشارات الشوشرة على إشارات المحمول عند رجال السنة والعامة ده مش منطقي لكن الحال إن أنا لتزم بتنفيذ التعليمات الحال الوحيد إنه يبقى عندي إجراءات صريمة رئيس اللجنة اللي يسمح بدخول التليفون المحمول يتم قلطف نفس يوم اللجنة يازم يعقى وتصند إلى المراقب الأول تتوقع فيه تسريب وغش السنة دي؟ والله هي الصفحة بتاعة تسريب الامتحنات يعني قالت ده توعدت ولكن توعدت ولكن لكن الفيصل هو إجراء الامتحنات صحيح فيه بعض الامتحنات تم تسريبها في جيزة سنوات النقل يعني ده حصل بس ده تحزير ده تحزير بدري للمسؤولين عن الامتحنات وعن الإجراءات اللي يجب أن تكون شديدة جدا ويجب أن نحن كمان كأولياء أمور نحن نحذر أولادنا لأنه فيه سلوك إحنا بنغرزه في أولادنا مش مظبوط يا جماعة فكرة أنه هو هيحصل على درجات وأنا إبني بيحصل على هذه الدرجات من غير مجهوده أنا علمته سلوك سلبي للأسف يعني أنا مش هايزة أقول أنه أنا بعلمه أنه يحصل على حاجة مش من حقه أستاذ هشام شوقي الكاتب الصحفي بإيجارة المصري اليوم شرفتني ونورتني النهاردة في حلقة اليوم أنا اللي بشكر حضراتك جدا وبشكر سادة المشاهدين على الوقت اللي أنا قضيته شكرا لحضراتك مشاهدين دي كانت حلقتنا النهاردة من الصحافة اليوم غدا بإذن الله حلقة جديدة دمتم في أمان الله شكرا لحضراتك اشتركوا في القناة